أبرز الفعاليات والأنشطة المحلية التي شهدتها بعض المحافظات نجملها في هذه الجولة نظم عدد من موظفي وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة ظهر اليوم للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ورفع المشاركون لافتات تطالب الحكومة بتحسين رواتبهم وصرف مكافأة العمل الإضافي ورفع سعر قيمة الحوافز تم رفع مذكرة من أجل مطالب موظفين وزارة الصحة إلى غاية الآن لم نتلقى أي شيء مطالبنا هي مطالب تشمل جميع موظفين وزارة الصحة بدءا من الأطباء وانتهاءا بالموظفين الفئة الثالثة وبجميع المسميات الوظفية وهي مطالب حقا لا نريد منها إلا إحقاق الحق من أجل موظفين وزملائنا انطلقت في بلدة العين البيضاء بمحافظة الطفيلة مسيرة طلابية بعنوان لا تقتلني بسرعتك والتي جاءت بالتعاون مع مديرية شرطة الطفيلة ممثلة بقسم السير والعلاقات العامة والشرطة المجتمعية وتهدف المسيرة إلى زيادة الوعي الطلابي بموضوع العبور الآمن للطرقات وتوجيه رسالة للسائقين بتخفيف السرعات والالتزام بقواعد المرور جاءت هذه الفعالية لتوعية السائقين وكان الشعار هذه المبادرة لا تقتلني بسرعتك التي أطلقتها مديرة المدرسة الفاضلة السيدة مونة القرارعة والمعلمات الفاضلات المشرفات على هذه الفعالية نشكر كل من ساهم في إنجاز هذه الفعالية من مديرية شرطة الطفيلة ومديرية التربية والتعليم والإعلامية المميزين في تغطية هذه الفعالية وكل الشكر مرة أخرى لهذه المدرسة على هذه الجهود انطلقت في مدينة العقبة فعاليات أسبوع المؤتمرات العلمية الدولية لعام 2017 تحت شعار بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا والذي تنظمه الجامعة الأردنية فرع العقبة والمنظمة الأورو عربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمشاركة ما يزيد عن ستمائة مشارك وباحث وأكاديمي من خمسة عشر دولة عربية وأجنبية هذه المؤتمرات ستبحث مئتي ورق علمية تتناول مواضيع هامة في المياه واستخداماتها والبيئة وما إلى ذلك وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر